قام محافظ القاهرة خالد عبد العال بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المقتم والبستين والمعادي تفقد المحافظ عددا من المحاور الجديدة التي تقوم الدولة بأقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية وأكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن هذه الأعمال لا تستهدف تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتي ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعملية تلقل المواطنين بهذه المناطق